السلام عليكم البنات كديرين نتمنى ان شاء الله تكونوا بخيروا في احسن الاحوال سوف نصوب معكم تشيز كاك على شكل ضوار الشمس و الطريقة سهلة و مقادير اقتصادية سوف نرى المقادير بالنسبة للمقادير سوف نعطيكم 6 تشيز كاك 100 جرام بيسكويت اي بيسكويت متوفر عندكم انا استعملت الباكية كاملة ولكن من بعد المقادير اخرجت لي غرسة تشيز كاك سوف تضعف المقادير سوف تخرج لكم كمية اكبر نأخذ بيسكويت و نضيفه في طحن الكهربائي و نضيفه نضيفه زبدة مدوبة 1-3 او 4 مهم على حساب الكمية البيسكويت و يتلبس لكم و نضيفه و نضيفه في الكويت كما شايفين نضيفه كما قلت لكم البنات الباكية البيسكويت و نضيفه و نضيفه بقيت و نضيفه و نقصت الكمية كما سوف ترى نعيد جانبان ونحن نصاوبو الكوش التانية او الطبقة التانية اللي هي غادروا فيها كاس عمر مزيان بالحالي ببودرة واحدة ورط طبيعي بدون سكر. وارباح كاس ديال سكر ثانية او اللي ما بغيش الحلوه بالزفرة هاد رباح كاس رايجي حلو مزيان مع الفلوان اللي غنديرو من بعد. لبغيتو نقصو شوية كميات السكر ماشي مشكلة المكونات اما بالطرى بالكهربائي او اذا لديكم غير طرى بيداوي او بالمعلقة لنحصلوا على هذا الخالط بحلقة خفيف او جاري سوف نعمر الكويت بس دينا او الكويتات دينا بهذا الخالط وندخلهم الفران البنات لما بين 5-8 دقائق على درجة حرارة 180 الميني تشيز كيك ديالي البنات من بعد ما خرجتم الفران هما هادو كما شيفين راني انحرركم باش نشوف واشرهم شاد راسو ذاك ذاك الطبقة التانية اللي درناها كما قلت لكم على حساب مهم 180 دراجة يعني النار متوسطة الفران اللي عادي اللي ما فيهش الدراجات وممكن لكم مهم انهو اي طيب انتم ما ادراقبوه هو شطاب ولا لا يعني ماشي مشكل تحلو الفران ولا ما غيوقع ناخدوا واحد البيسكويت من مركة اي مركة كما بغت تكون ناخدوا البيسكويت اسود اللي كنلون ديالوك حل كما هاكا كي ما شيفين معي وانديرو فوق ذاك الطبقة ديالي بطبعك حالتها بكون بردت شوية وندوزو نحضروا الطبقة الثالثة اللي هي انا اخدوا كاس ديال الماء وناخدوا واحد الساشي ديال فلون او كريم كراميل اللي متوفر عندكم اللي انا هنا يمن استعملتش سكر زايد معه لان الباكية ديال كريم كراميل او ديال فلون زايد معها السكر نخلطه مزيان وندوزوهم يغليو على البطاء ومن بعد ما يغليو كما شيفين معي هنا نزلوهم نخليهم يبردو غير شوية فقط غير نقص شوية درجة الحال السخونية ديالو ونزعوهم على الميني تشيز كاك ديال كما شيفين معي هنا نوزع واحدة الطبقة من تكون شغلية بزايف يعني طبقة غير رقيقة كما شايفين هنا وندخلوه لتلاجة نخليوها في تلاجة تقريبا من ثلاثة من جوج حتى لربعات الساعات مهم حتى يبرد مزيان ويشد راسو كما عارفين تشيز كاك خصو ضروري البرودة بزايف باش يشد فرسو ومن بعد قدموه بصحة وراحة وتكون الوجد لشيز كاك ديالنا أو الميني تشيز كاك لشكل نوار الشمس واجد وبصحتكم وراحتكم منتمنى أن الفيديو يكون كان خيف عليكم ويكون عجبكم ونتمنى أن الوصفة تكون نالت الإعجاب للكم وتكون سهلة وفي المتناوال وما تبخلوش عليا بلي كومنتائر لي لايك وتشجيعات للكم وإلى عجبكم الفيديو ما ننسوش تبع تجيوه مع الأحباب ومع الأصدقاء ديالكم وشكراً وإلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى